هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له إله خلق وبرأ علموا ألهم وهذا التي هي أقوام وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ختم الأنبياء إمام الأدقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء وبعد مشاهدي الأكارم فلقد شرأنا معكم في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى في ذكر أسباب الغفران وفي ذكر الطريق إلى الجنان بإذن الكريم المنان سبحانه وتعالى من أعظم أسباب نيل مغفرة الله تبارك وتعالى ومن أعظم ما يتمسك به السالكون في هذا الطريق المبارك الذي هو طريق الجنة وما أدراكم ما طريق الجنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وتأملوا كيف قال صلى الله عليه وسلم كلكم لا إله إلا الله بشارة وأي بشارة كلكم يدخل الجنة إلا من أبى سبحان الله قالوا يا رسول الله ومن يأبى يعني شكوني يرفض شكوني من يحبش يدخل الجنة كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قال عليه الصلاة والسلام من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقديما قال الصالحون الطرق إلى الله عز وجل كلها مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فماذا دهى هؤلاء الذين سموا أنفسهم ظلما وزورا بالقرآنيين وهم من أبعد الناس عن القرآن أي والله من أبعد الناس عن القرآن لأنهم لو قرأوا القرآن حقا لقرأوا قول الله تبارك وتعالى السابق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لقرأوا قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بل ولقرأوا عشرات الآيات في هذا المضمار كما قال الإمام الرباني أحمد الشيباني عليه سحائب الرحمات قال قرأت القرآن فوجدت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا الله أكبر إنه العلم إنها البصيرة قرأت القرآن وقرأت المصحف فوجدت طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين وهم يريدون بذلك أن يدعوا اتباع القرآن دون سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفروا بهديه صلى الله عليه وسلم بل كفروا قبل ذلك بالقرآن العظيم لأنهم كذبوا تلكم الآيات التي أشرنا إلى بعضها معاشر أكارم وليس هذا غريبا في الحقيقة وإن كان الصالحون والصالحات يجدون في أنفسهم أمرا عظيما حينما يسمعون كلمات هؤلاء القوم الظالمين أقول ليس هذا غريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حياته بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام حينما قال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه أوتيت الكتاب ومثله معه فقرآن وحي والسنة وحي قال ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلامه على نبيه قال عليه الصلاة والسلام إذن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي هو مردود عليه ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه معاشر الكرام قال الإمام مالك رحمة الله عليه من استحسن بدعة أعجبته بدعة زائدة في الدين مع أن الدين قد كامل الحمد لله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة قال من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة كابرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إذن وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع فالله الله في اتباع رسول الله صلى وسلم عليه الله كل الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا خلفه صلوات الله وسلامه عليه أقول أيضا أو أذكر في الختام بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أسأله جل وعلا أن يجعلني والمشاهدين والمشاهدات من أتباعه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا ومن مقلديه صدقا إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وشكرا لكم على حسين إصغاء والسلام عليكم ورخأتها من لؤلء وزبرجد وقصور